اشتركوا في القناة بأدي سبابا المعرض الدولي للنشر والكتاب الدار البيضاء فضاء للتفاعل الثقافي وبين أروقته إطلالة على مستجدات النشر وحديث عن أدوار الإعلام الجهوي في تثمين الثقافة المحلية بالنجل الملكي للفروسي دار السلام برباط الفارس سامي كولمان يفوز بالجائزة الكبرى للقفز على الحواجز بعد مباراة السد وإقبال المتزايد على منتجع مشليفن في عطلة نهاية الأسبوع وزوار المنطقة يستمتعون بجمال الطبيعة في فصل الشتاء بين أحضان غابات الأطلسي المتوسط أهلا بكم نستهيل نشر بالتذكير بالأنشطة الملكية التي ميزت الأسبوع الذي نودعه يوسف الغساني ويرافقه في لغة الإشارة محمد الكتاني على ضوء التوسع العمراني المدتارد الذي مفتئت تشهدهم الراكش والذي يجد تفسيره في التفرة الديمغرافية التي أضحت تعيش على إيقاعها خلال السنوات الأخيرة والانتعاش الاقتصادي الناتج أساسا عن تحسن مؤشرات القطاع السياحي إن خرطت المدينة الحمراء على درب إنجاز عدد من مشاريع التهيئة الحضرية وتأهيل المدينة العطيقة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية بهدف تعزيز جاذبية مشهدها العمراني والارتقاء بجودة خدمتها الحضرية وتحسين ظروف عيش ساكنتها وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية دائعة الصيط وطنيا وإقليميا ودوليا وتتواصل العناية الملكية بساكنة مدينة مراكش لتشمل مختلف المجالات وتنطلق هذه العناية وهذا المجهود الجبار الذي تم الإنخراط فيه في كل أرجاء البلاد من رؤية استراتيجية تتوخى ضمان تحقيق التنمية المتوازنة لمجموع جهات المملكة لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية قام العهل الكريم بإطلاقها أو تدشينها في إطار الزيارات المنتظمة لجلالته وتواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انطلاقا من إرادة تلقائية وإيمان عميق بضرورة ضمان الحقوق التي تكمن جميع شرائح المجتمع من حياة كريمة ولائقة إطلاق مشاريعها الرامية إلى تطور البنية التحتية ومنها الطبية والاستشفائية وانسجابا مع هذا التوجه يقوم صاحب الجلال الملك محمد السادس حفظه الله بحي الملاح بالمدينة القديمة بمراكش بتدشين مركز للعلاجات الطبية الأساسية لتلبية الحاجة الملحة في مجال الولوج الخدمات الصحية مركز يندرج في إطار مخطط العمل المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة صحية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات الساكنة ويتوفر المركز الجديد الذي كلف إنجازه عشرة ملايين درهم على وحدة للمستعجلات الطبية تضم قاعات للفحص والملاحظة والعناية والجبس والعلاجات كما يتوفر مركز العلاجات الصحية الأساسية بحي الملاح بمدينة مراكش على وحدة للتكفل بالأمراض المزمنة من قبيل أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلين وأمراض العيون وأمراض الغداد ويتعلق المشروع الثاني الذي دشنه جلالة الملك بمركز طب الإدمان بحي الملاح الثاني من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة الحمراء ويندرج هذا المركز الذي كلف إنجازه غلافا مالي يقدر بأربعة ملايين درهم والذي يعد آلية فضلة للعلاجات والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية الاجتماعية في إطار برنامج وطني للمحاربة سلوكات الإدمان بدأت تنفيذه في 2010 من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية ويرم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة وتحسين جودة التكفل بالمدمنين لا سيما مستهلكي المخدرات وتيسر الولوج لبنيات التكفل فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان وعلى غرار المراكز المنجزة سيقوم مركز طب الإدمان الجديد بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة كما سيضمن التكفل الفرد الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية ويهدف المركز أيضا إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين فضلا عن تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان ويشتمل مركز طب الإدمان بحي الملاحة الذي تبلغ مساحته المغطاة 460 متر مربع على قطب للمصاحبة الاجتماعية وقطب طبي يجتمل على قاعات للعلاجات والفحوصات في طب العام وفي الطب العقلي وطب الإدمان وستشرف على تسيير هذا المركز وزارة الصحة بشركة مع الجمعية الجهوية باركة إدمان ستوب دروك وبهذه المناسبة أشرف صاحب الجلال الملك محمد السادس عفظه الله على تسليم سيارة إسعاف لفائدة مركز العلاجات الطبية الأولية ووحدة متنقلة لفائدة مركز طب الإدمان ستستعمل في تدخلات القرب لدى مستعمل المخدرات وفي مهمات التواصل وجمع المعلومات والتحسيس بالمخاطر والتزويد بوسائل الوقاية وفي نقل الأشخاص المعنيين إلى أماكن العلاج وينبع هذان المشروعان اللذان أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن واللدان أعطى جلالة الملك انكلاقة أشغال إنجازهما في عاشر يناير 2017 من الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة صحية للقرب وذات جودة وترأس صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا وفي بداية أشغال المجلس استفسر جلالة الملك حفظه الله سيد عبدالقادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وقد أكد السيد عمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64% في حين تم تسجيل حوالي 39% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إترى ذلك وخلال هذا المجلس الوزاري تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية ويهدف المشروعان على التوالي إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية والمصرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة وتحديد مصرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغارب المقيمين بالخارج وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين وفي إطال تفعيل مقتديات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية أعتج جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية تعليمته السامية قصد العمل على تجنيد 10 ألاف عنصر خلال السنة الجارية على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في سنة المقبلة ووفاء من المغرب بالتزامته الجهوية والدولية وتوطيدا لعلاقة التعاون التي تجمع بعدد من الدول الشقيقة والصديقة صادق المجلس الوزاري على ثماني اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين عدد من الولاث والعمال بالإدارة الترابية والمركزية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عين جلالة الملك مجموعة من الصفراء بكل من الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية ومملكة الأراضي المنخفضة هولندا ومملكة البحرين وجمهورية غانا وبوركينا فاسو والولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية بولونيا وجمهورية فنلندا وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية تفضل جلالة الملك بتعيين رئيسة الهيئة الإدارة الجماعية لصندوق حسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدير عام لصندوق إثمار الموارد الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي لتنمية سياحية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عين جلالة الملك مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية إلى العاصمة الإثيوبية دي سبابا التي تحتضن الدور العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي يشارك المغرب في أشغالها بوفد يقوده بتكليف من جلالة الملك رئيس الحكومة وفي جدول الأعمال قضايا عدة في مقدمتها إشكالية اللاجئين والنازحين من هذه سبابا مرسلة عبد الحيناصر وعثمان التازي وسط حضور إعلامين واهتمام دولي كبيرين انطلقت الصباح اليوم القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الافريقي بحضور أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة من بلدان الاتحاد الافريقي من بينهم رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني الذي يحضر بتكلف من جلالة الملك على رأس وفد هام القمة انطلقت بجلسة مغلقة تلتها الجلسة الافتتاحية التي أعلن خلالها عن تسلم رئيس المصر عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد خلفا للرئيس الرواندي بول كاغامي القمة تشهد حضور العديد من الشخصيات الدولية على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة الدول العربية قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب والاندماج الاقتصادي وكذلك جواز السطر الافريقي الموحد تتصدر الأشغال حيث ستصدر حولها توصية في جلسة الاختتام يوم غد التجارة البينية بين الدول من بين الملفات الهم المغرب فاعل هام داخل القارة الافريقية فهو يمتلك ديبلوماسية قوية تتسم بالدينامية وحاملة للأمل وعودة المغرب إلى الأسرة الافريقية خطوة سليمة وأنا على يقين أنه بفضل التزام جلالة الملك والحضور البارز للديبلوماسية المغربية سيحقق المغرب أثرا إيجابيا على مستوى العلاقات مع القارة الافريقية ومختلف الدول بلدكم من أبرز البلدان الصناعية والمنتجة بالقارة ونحن نعمل على إلغاء الحواجز الجمرقية ما سيمكن من تنقل ما توجاتكم بحرية عبر القارة تسجل القارة عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين حيث أصبح ضروريا التفكير في طرق إدماج المهاجرين داخل المجتمعات المستقبلة القمة تحضرها شخصية اقتصادية ورياضية كذلك والتي تحمل مشاريع تساهم في تنمية القارة نحن هنا من أجل العمل بجدية مع الاتحاد الافريقي لإرساء شراكة حقيقية بتوجهات مستقبلية وبأهداف هامة لنهض بقطاع الرياضة والشباب موضوع اللاجئين والنازحين والمشاردين داخل إفريقيا المحور الأساس لأعمال هذه القمة ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المملكة باعتبار جلالة الملك محمد السادس رائد الاتحاد الافريقي في مجال هجرة المغرب يحضر أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الافريقي بمقاربات وتوصيات تهم قضايا في غاية الحساسية لعلى أبرزها إشكالية الهجرة والتي تؤرق القارة الافريقية وتزاد يوما بعد يوم أدحي نصر أتمنى التازي من أديسة بابا وعلى هامش القمة العادية للاتحاد الافريقي شارك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في اجتماع رفيع المستوى حول موضوع التحول الزراعي في إفريقيا حيث استعرض التجربة المغربية في المجال الفلاحي وتحديدا مخطط المغرب الأخضر الرائد على المستوى القاري والدولي رئيس الحكومة أكد بالمناسبة استعداد المغرب الدائم لتقاسم تجاربه في المجال الفلاحي مع البلدان الافريقية من القاهرة البرلمان العربي يثمن مبادرات جلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضايا إشادة تضمنها بيان ختامي توج أشغال مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى وشارك فيه رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم من شماش اجتماع غايته إعداد وفقة لتعزيز التضامن وتوحيد الصف العربي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية اليوم دعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر واعتداءات آخرها استهدف اليوم المسجد الأقصى الذي اقتحمه عشرات المستوطنين الإسرائيليين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام طال أيضا عددا من المنازل وسط الخليل بالدفة الغربية إلى سوريا حيث معركة حاسمة تخوضها قوات سوريا الديمقراطية لطرد مسلحي داعش من آخر معاقلهم شرق سوريا اشتباكات ضارية يصاحبها قصف جوي ومدفعي على مواقع المسلحين وقد مني تنظيم بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين وبات وجوده حاليا يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين سوريا والعراق بنزويلا تحت رحمة أزمة اقتصادية خانقة واختبار للقوة بين نيكولاس مادورو الذي يرفض دخول المساعدات الإنسانية وخوان جويدو الذي اعترفت به حوالي خمسين دولة رئيسا انتقاليا للبلاد اعتراف ينضم إليه أكثر فأكثر قادة في الجيش البنزويلي عبدوها بكاراتي قضية المساعدات الإنسانية العجلة لحوالي ثلاثمائة ألف شخص باتت في صلب صراع على السلطة بين رئيس نيكولاس مادورو ومعارضه إخوان جويدو الذي اعترفت به حوالي خمسين دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا جويدو دع الجيش إلى السماح بدخول هذه المساعدات الأمريكية التي تنتظر في مدينة كوكوتا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا وتضم مئة طن من المواد الغدائية والأدوية اختبار قوة آخر يجري بين مادورو وجويدو على مستوى القوات المسلحة فجويدو يحاول استمالة العسكريين مع تزايد الاعتراف الدولي به فيما يسعى مادورو إلى إبقائهم في معسكره فبعد انشقاق الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز عن مادورو والأسبوع الماضي أعلن الكولونير في سلاح البر روبر ألبرتو خمينيث أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا وأنه بات يخضع لسلطة جويدو ويحتدم الخلاف داخل مجلس الأمن بين موسكو وواشنطن بشأن فنزويلا بعد سعي واشنطن إلى حجد اعتراف دولي بزعيم المعارضة جويدو رئيسا للبلاد بدلا من مادورو وينص مشروع القرار الأمريكي على الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية ووقف العنف واستخدام القوى من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين نهاية الأسبوع الجاري ستوقع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على اتفاقية أولية حول تقسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية بكوريا الجانبان توصل إلى اتفاق بعد عشر جوالات من المفاوضات بدأت العام الماضي مما أزال عقبة أمام تنصيق الدولتين الحليفتين قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والكوريا الشمالي أواخر هذا الشهر ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني من ثماني طوابق في اسطنبول الأربعاء الماضي إلى واحد وعشرين قتيلا وأربعة عشر جريحا حصيلة تظل مؤقتة حيث لا يزال عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع مع جرفات تزيل كتلا ضخمة من الإسمنت المسلح ونلجو اللحظة عالم الثقافة ومبدعها والوجهة الدار البيضاء التي تحتضن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب يصبر أغواره كل يوم عبد الرحيم بن شيخي في بحث عن آخر المؤلفات والإصدارات اليوم يقدم لنا مؤلفا حول المغرب بعيون أكثر من عشرين أديبا وإعلاميا من دول عربية بحث يرافقه فيه ياسر الدغمي وأتمن التاسي الرسائل المغربية عشرون كاتبا غير مغربي يتحدثون عن مدن مغربية عن أزقتها وساكنتها وكيف تفاعلوا مع بلد هو امتداد لهم وامتداد لجغرافية الروح من كل الأقطار العربية كتبوا عن مدن عن بلد أحبوه وأصبحوا جزءا من الانتماء إليه وأصبح المغرب في وجدانهم وفي تفكيرهم ليست أسرار بقدر ما هي عصارة شعور عشرين كاتبا عربيا غير مغربيين يتحدثون عن علاقاتهم بالمملكة المغربية كل كاتب له علاقة بمدينة وهو نوع من إعادة الجسور بين المشرق والمغرب والتعريف بالمدن والدول العريقة المملكة المغربية بالنسبة لنا نحن أهل المشرق ذات تاريخ وثقافة وعراقة نعتز بها عشرون لوحة مكتوبة عن مدن وفضاءات مغربية مبادرة للإعلاميين والكتاب والشعراء من أجل الانتماء إلى جغرافية تتماهى فيما بينها وتتكامل احتضن فضاء المتوسط بالمعرض الدولي للنشر والكتاب حفل تسليم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة الجائزة تندرج في إطار تشجيع الإبداع في هذا النوع الأذبي عبد الرحيم بن شيخ يسر الدغمي ويوسف الشرقي تسعة فائزين في هذه الدورة لجائزة هي تكريس للبحث في الرحلة وآدابها وتشجيع للتحقيق العلمي الرحلة المعاصرة السندباد الجديد ترجمة النصوص والتحقيق الأكاديمي كلها فروع لهذا التتويج الثقافي المتميز سعيد الحظ بجائزة ابن بطوطة لسببين السبب أن أنا موجود في المغرب السبب الثاني أن أنا من بلد ذكرها ابن بطوطة وتشرفت بزيارة ابن بطوطة للعارف بالله من أصول مغاربية سيدي محمد بن عبد الله المرشدي اللي كتب عنه ابن بطوطة في تحفة الأنظار هذه الجائزة ما بعتبرها إلي بعتبرها سباب أرواح كانت عم تصرخ أنا كل ما في الأمر أنه التقط أصواته وسجلت كصوت للعالم تقرأ المغرب هو الحاضنة الحقيقية للرحلة وآدابها ولذلك كان مشروع ارتياد الآفاق حلقة للبحث وإبراز للرحلة كمكون إنساني أساسي والجائزة هي تشجيع مثمر للكتابة في الرحلة وعنها طبعا اليوم كانت هناك جائزة أدب الرحلة ديال ابن بطوطة ابن بطوطة ألم من أعلام الثقافة الإنسانية أسس لعولمة الثقافة وعطى كثيرا للثقافة الإنسانية وهذا إن دل على شيء يدل كذلك على أن المغرب كان مهد لانطلاق العديد من الرحلات وأسس كذلك لثقافة أدب الرحلة أدب الرحلة صار له شأن كبير في ثقافتنا العربية وقد كان له هذا الشأن من قبل يعني ليس قليلا ولا من الأمور العابرة أن يكون هناك رحالة من طراز ابن بطوطة شمس الدين الطنجي جائزة لأدب الرحلة والرحلة بصفة عامة وتحقيقها تدوين الرحلة هو عمل علمي أصبح يعرف انتشارا كبيرا ويتزايد الاهتمام به هذه السنة تكريس لتشجيع البحث في مجال تغتني به الخزانة العربية وبرنامج حافل لشركة الوطنية لإذاعة والتلفز ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم نظمت ندوة موضوعها الإعلام بالإذاعة الجهوية كرفعة لتنمية المحلية والتعريف بمكونات وتنوع المغرب عبد الرحمن شيخ ياسر الدغمي ويصف الشرقي الإعلام الجهوي وتحديات الحاضر ورهانات المستقبل حوار مفتوح مع المهنيين أو صانع المادة الإذاعية والإعلامية من برهم إذاعة وجدة والحسيمة عن التعريف بالمكونات الجهوية وخصوصياتها وتجاوز الحيز الجغرافي إلى الأثير الوطني خدمة للتنمية المحلية إذا عادية الوجدة عندها تاريخ عندها تركومات كيفية ونوعية تصورت كثيرة الأمل كثيرة الطموحات أول شيء بعدها أصلاً إحنا كنعيشوه هو تمديد فترة البت فترة البت المباشر اللي كانت تستدير الساعات الآن صباحات 24 ساعة على 24 ساعة لمدار الأسبوع معناه أن هناك واحدة مساحة زمنية أكبر من أجل تمرير مجموعة من الخطابات وأيضاً من أجل قيام الدورات بالأدوار اللي احنا مفروض علينا أن ننقم بها جهوياً ووطنياً إداعة الحسيمة الجهوية تحاول ما أمكن أن تخصص حيزاً زمانياً ضمن رقعة برامجها الإداعية للتعريف بثقافة الأمازيغية وبالتالي إبراز مختلفة الخصوصيات من منطلق الجهوية كما قلت في مختلف تجليتها خاصة في الشق الثقافي حوار يسر النقاش حول مصار سياسي يجعل من الجهوية قاعدة تنمية وأيضاً مجالاً للمبادرة الخلاقة وللإعلام دوره الأساسي في العملية هو الدور اللي يمكن تلعب الإداعات الجهوية تندرج أساساً في الورش الوطني الكبير للجهوية الموسعة والتركيز على الدور اللي تتلعب الإداعات الجهوية في تتمين ثقافات المحلية هو يتسوق مع المعارض الدولي للكتاب ولذلك ركزنا هذه السنة على إداعاتين جديدتين إداعات الحسومة وإداعات وجدة أولاً لخصوصية التقافات المحلية وتانياً لإبراز الدور الأساسي الذي يمكن أن تتلعبه التقافات المحلية في التنمية الاقتصادية هي الندوة الثانية برواق الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة لهدف نقاش مفتوح حول دور الإعلام في التنمية المحلية ونبقى في عالم الثقافة لنرصد مستجدات الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر دورة هذه السنة تتنفس عليها ست روايات أربع منها بقلم نسائي وواحدة مغربية لمحمد المعزوز تتساءل بأي ذنب ذرحلات إمان سلاوي وأمين شرقاوي الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لسنة 2019 وحولها تتبار عدة عنوين تأهل لللائحة الطويلة لهذه السنة 16 عنواناً من أصل 134 ترشيحاً وإلى القائمة القصيرة ترشحت رواية الكاتب المغربي محمد المعزوز المختص في الأنتروبولوجيا السياسية عن روايته بأي ذنب رحلت أربعة أصوات نسائية تخضن غمارة المسابقة لأول مرة إلا بنا نضع شوي على هذه الرواية هي من نوع الرواية نقدرون نحسبوها فلسفية ولكن فلسفية غانية بواحد كتشاهدر على المجال الفني وتشكيلي كتشاهدر على واحد تشاهدر على مجموع علمون من المعلومات وكانتظن كتساحق ترشح اللائحة القصيرة وهالترشح غادي يفيد سواء الكاتب من ككاتب أو سواء الأدب المغربي ككل يعني يعود بنا في حلال الكاتب أيضا الأدب المغربي ونحن محتاجين يعني واحد النهضة في الأدب أن الأدب له دور مهم في المجتمع دور مهم في تقدم المجتمع عدة روايات مغربية ترشحت على القائمة الطويلة والقصيرة لهذه الجائزة في السنوات الأخيرة ككتاب المغربة لعبد الكريم جويتي هوتماغوك ليسين عدنان ونوميديا لطارق بكاري وقد حازت رواية القوس والفرش لمحمد الأشعري على الجائزة سنة 2011 أغرمت بالأدب المغربي يعني تجاوزت لائحة الكتب المغربي التي قرأت خلال سنة 31 كتابا أظن أن الرواية المغربية لم تعد ترضى للتقليدي وتجاوزت كل ما هو جاهز في هذه السنوات الأخيرة أرجعنا دائما كالقوا جوجة الروايات أو ثلاثة كوصلون للنهائيات إذن هذا كيعطوح الانطباب لأن الرواية المغربية غادية وغادية في المراحل التي تكون ديرها وتطور ديرها يذكر أن الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية يحصل على مبلغ نقدي قدره 50 ألف دولار إضافة إلى ترجمة روايته باللغة الأنجليزية إلى جانب تحقيق مبيعات أعلى للرواية والحصول على تقدير عالمي يذكر كذلك أن الفائزة لسنة 2018 كان هو الكاتب إبراهيم نصر الله عن كتابه حرب الكلب الثانية وفي 2017 محمد حسن علوان عن كتابه موت صغير نظم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بجهة طنجة طوان الحسيمة مؤتمره الجهوي الثاني وشعاره نضال متواصل من أجل عدالة مجالية وتنمية شاملة فلنشكر العلوي وعبد العليق النوني نضال متواصل من أجل عدالة مجالية وتنمية شاملة شعار المؤتمر الجهوي الثاني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بجهة طنجة طوان الحسيمة المنظم بمرتيل قصد تقييم مامضة وتصطير معالم استراتيجية عمل الحزب مستقبلا بما يساهم في التنمية الجهوية إلى جانب ما هو تنظيمي من تجديد الهياكل مجموعة من المواضيع والقضايا الراهنة يطرحها مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الجهوية ثاني للنقاش من أجل المساهمة في حلها بما يضمن الأفضل للمواطن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عملت قيم للمؤتمر ديالنا منذ 2016 إلى الآن ما هي المنجزات التي انتزمها على المستوى التنظيمي والسياسي والاجتماعي والحركي ثم أيضا نفتحه الأفق بالنسبة لأفق لأنه نخصا نديره حزب ديالنا لم تروا عليه بزاف ديال المهام أساسية المؤتمر الجهوي الثاني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بجهة طنجة طوان الحسيمة يشكل إذن مناسبة لتحديد أولويات الحزب من أجل مشاركة يحقق تنمية شاملة كثيرة هي الكفاءات المغربية بالخارج التي بصمت حضورها في العديد من المجالات منها المجال الطبي الدكتور مجيد حمدوشي من بين أفراد الجالية المغربية الذين راكموا تجربة في هذا المجال بألمانيا بورتري عن هذا الطبيب مع نادي المدن وعبد الرحيم في لول فرانكفورت عاصمة ألمانيا الاقتصادية تعيش بها جالية مغربية مهمة تمكنت من الاندماج في المجتمع الألماني الدكتور مجيد حمدوشي واحد من أفراد الجالية اختصاص في الطب العام تمكن بفضل خبرته وكفاءته في مجال الطب العام من كسب فقة العديدين مغاربة وألمان كل شيتي يهدر على الدكتور حمدوشي كلام زين كلام كلامتي في الراحة القلب سقطيت عليه وعطاني لدريسة دياله ومشيت لعندوش كيت له بالمراض وهذه وهذه خرج لي أدوى وهذه مدة 2009 اليومين هذا المرض مشاه ولي الله الحمد الدكتور كيهدر معي باللغة ديالي كنت فخورة لأنك في الأول ما عندش اللغة الألمانية كنت رتحوله يعني كي ساعدنا في كل شي يعني في أي حاجة أقتلها يعني كي ساعدك شي يحظى الدكتور مجيد حمدوشي بسمعة طيبة نتبادل الأراء والأفكار بخصوص حالات مرضية كثيرة بحكم الاحترام والتقدير الذي نتبادله يسعدني كثيرا أن أتعامل مع الدكتور مجيد حمدوشي في مجال تخصصه إذا تزيدت قلب الزعف ولا تكون الإتهاء تحتلق الحرق تتنزل هنا الدكتور مجيد حمدوشي الذي ازداد بألمانيا مثال ناجح لمغاربة هذا البلد وخاصة في أوفنباخ فهو طبيب الأسرة وملاذ الأصدقاء وصديق في بلاد الغربة أكثر يا 80% اللي تيجوا عندي مغاربة ولا مغرب نقول لناس المغرب الناس اللي تتكلموا بعربية تيجوا عندي حتى أنا جنغالي سنة اللي تتكلم بعربية بيسر الناس اللي تيجون مغرب تكون عندهم عندهم مشكلة ديالوم دياللغة عندهم مشكلة دالانتغراتيون دالاندماج تيجونها لألمانيا وتنحاول نقالون الحل ما تنقاش طبيب عام تنقى تنولي طبيب ديالعائلة طبيب نفساني تنحل المشكلة لخرج موضوع ديالي صورة للتعايش والاندماج يعكسها الدكتور مجيد حمدوشي الذي ازداد بألمانيا وتمكن بفضل خبرته في مجال تخصصها من كسب ثقة وتقدير واحترام كل من عاشره شكرا وإطالة نرياضي لهذا المساء نتابعها معك أنت أمين نوري مساء الخير أمين مساء الخير رضا إذن كرة القدم الفرسية أمين العدو أيهم تقترح علينا هذا اليوم كل هذه المواضيع ستكون حاضرة في هذه الفقرة إلا أن البداية ستكون بكرة القدم حيث تواصلت فعاليات الجولة السابعة عشر من الدورية الاحترافي لكرة القدم ومباراة كانت غزيرة بالأهداف ممتعة جمعت بين فريقية اتحاد طنجة ومولودية وجدة وآلة لصالح فريق اتحاد طنجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين نتابع التفاصيل مع خالد الرغوت بالمنعب الكبير في مدينة طنجة وفي إحدى أجمل مباراة هذه الدورة وصل فريق اتحاد طنجة مسلسلة نتائجي جيدة خلال الدورات الأخيرة من هذه البطولة محققا بذلك فوزه الرابع على التولي وكان على حساب ضيفه مولودية وجدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة دقيقة الخامسة هجوم سريع من الجهة اليمنى والهدف الأول للتحاد طنجة بوسطة المهاجم المهدي النغمي فرحة لاعبي وأنصار فريق تحاد طنجة بهذا الهدف لم تدم أكثر من دقيقتين بعدما تمكن فريق مرزية وجدة من تعديل النتجة بهدف أرواع من رجل اللعبة بالمولاب الرابح تستقر في الزاوية التسعين من مرمى الحارس طارق وطاح ولجمالية هذا الهدف نشاهده من زاوية أخرى وفي الوقت بدل الضأة من الجولة الأولى اللاعب القابوني في صفوف تحاد طنجة سيفينزامي يرسل قديمة قوية لا ترد من سفة 30 مترا تستقر في شيباك الحارس الوجدي محمد بوجاد هدفنا رأى سيتظل يتذكر أنصار فريق تحاد طنجة لدوارات عديدة مع بداية الجولة التانية سيطرد حكم المباراة مدرب المولود الوجدي أب العزيز كركاج ليتابع هذا الأخير اللقاء من المدرجات دقيقة واحدة على بداية الشوطى الثاني مولودية وجدة يعدل نتجة برأسية اللاعب توفي قجرة ليعيد بذلك الأمور للبداية فريق المولودية كاد هنا أن يضيف هدفا تالتا لولا العارضة التي نابت عن الحارس أطاح الحارس الوجدي محمد بوجاد يتألق مرة أخرى ويمنع هدفا يحفقا لفائدة اتحاد طنجة وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية وبالضبط في الضقيقة السبعة والثمانين المخدر أيوب الخالقي يوقع الهدف الثالث وهدف الفوز لفائدة اتحاد طنجة معلنا بذلك عن انتصار الرابع على التولي الممثل فريق اتحاد طنجة في هذه البطولة ليرتقي بذلك للصفة الثالث برسيد 26 نقطة فيما المنود الوجدي فظل في الصفة الرابع عشر بمجموعة 18 نقطة إذن بعيدا عن كرة القدم نتحول إلى منافسات القفز على الحواجز وبعد مباراة السد يتمكن الفارس سامي كولمان رفقة الفارس سمارة عالية من الفوز بالجائزة الكبرى القفز عن الحواجز لفئة ثلاث نجوم والتي انتهت قبل قليل بالنادي الملكي للفرسية دار السلام بالرباط التفاصيل مع حسن الحريري والعربي النهيري هو الفائز بالجائزة الكبرى في الثلاث نجوم الفارس سامي كولمان رفقة الفارس سمارة عالية قطع مباراة ساد بدون خطأ الجائزة الكبرى في الثلاث نجوم عرفت مشاركة أجود الفرسان على السعيد الوطني كان علو الحواجز ما بين متر وربعين ومتر وخمسة وربعين لم يحقق أي فارس مطافا بدون خطأ فقط سامي كولمان والغالي بقاع سجل نقطة واحدة كجزاء بعد تجاوز ما لتوقيت مباراة السد كانت هي الفاصلة في أمر الفائز بالجائزة الكبرى وفي مباراة السد وتحت الأضواء الكاشفات تمكن الفارس سامي كولمان من تجاوز الحواجز الثمانية بدون خطأ سامي كولمان والفراس سجل أفضل نتيجة رفقة ذا الفراس في جائزة لابور بفرنسا وفاز بجائزتها سامي كولمان سجل خمسة وثلاثين تانية 16 جزء من المئة وكان ناجحا وبنزيابية جميلة من تحقيق المطافين بدون خطأ يأتي الآن دور المنافس الوحيد الفارس الغالي بقاع بطل المغرب الغالي بقاع كان يمتطي فليفا استي كان ناجحا في تجاوز الحواجز إلا الحاجز الأخير حيث التكب خطأ واحدا وأربعة نقاط كجزاء ليفوز بالتالي سامي كولمان بالمكاز الأول الغالي بقاع بالمكاز الثاني علي الأحرش بالمكاز الثالث وسامي كولمان بفراسه الثاني بيوتي إكسيتو بالمكاز الرابع احترم المنطق في الجائزة الكبرى ننتقل اللحظة إلى ألعاب القوى حيث احتضنت منطقة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة للسباق الدولي عشر كيلومترات لمدينة الدار البيضاء اللقب عاد هذه السنة للعداء المغربي توفيق العلام على مستوى الذكور في محازة الإثيوبية أصفا المستاي لقب الإناث التفاصيل مع أمين هنوي وأحمد الحمري انطلاق النسخة العاشرة للسباق الدولي لمدينة الدار البيضاء بمشاركة قياسية فقط 3000 عداء وعداء من المغرب وعدة دول عربية أوروبية وإفريقية السباق الذي نظمه بترابي عملة مقطعات الحي الحسني شهد منافسة قوية بحضور ألمع الأسماء الوطنية على مستوى الإناث والذكور كتوفيق العلام حجيب حسناوي وكلتومب وعسريع السباق اليوم كان ناشي على جميل أسعيدة كان تنظيم جيد توقيت لابأسابي يعني 28 دقاق وبدأناها بالصباح بسباق 5 كيلومترات على الطريق وكذلك السباق المعاقين وكذلك السباق العاشرة كيلومتر الدولي يعني كان مهرجان هذه السنة في الدكرة العاشرة تعهد السباق لقب السباق عاد هذه السنة لتوفيق العلام على مستوى الإناث عاد المركز الأول للأتيوبية أساما أمستاي كان سباق قوي عرف منافسة ترى الأمطار الأخيرة بالعداء المغاربة اللي كانوا اليوم في المستوى قوي لكن الحمد لله وفضلتي الله تعالى ومدري بدياني بوبكر أصبحت أننا ننحس من الأمطار السباق في الأمطار الأخيرة ونفوز من المرتبة الأولى التوقيت كان جيدا وأنا جد سعيدة بهذا اللقب رغم المنافسة القوية كما أن التنظيم كان محكما شكرا للمشرفين على هذا السباق كما جرت خلال فعالية هذه النسخة عدة سباقات للهوات من بينها سباق خمس كيلومترات وعاد لقبه لعيد أرقية رشيد على مستوى الدكور وظهر الدوام على مستوى الإنات السباق أصبح من أهم التظاهرات الرياضية في مجال ألعاب القوى بالعاصمة الاقتصادية لن نغادر ألعاب القوى حيث نظمت الجامعة الملكية المغربية للعبة الملتقى الفدراري الأول لألعاب القوى شبان وشبات كبار وكبيرات بحلبة ألعاب القوى السعديين بمدينة فاس والذي يدخل في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف الجامعة الملكية المغربية الوصية على اللعبة وبتنسيقنا أيضا مع عصبة فاس بولمان نتفاصيل مع تيسا مدريس ومصطفى الزاهري أبرز العداءات والعدائين منهم دوليون حاصلون على الامتياز في الملتقية الوطنية كانوا اليوم على موعد مع الملتقى الفدرالية الأول لألعاب القوى إذ استقبلت حلبة ألعاب القوى السعديين بفاس أزيد من مئة ماد على المستوى الوطني منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى نظيم مزيان كل شيء مزيان سبق في المتنول كل جو مزيان أخير شوية الحرارة اللي بالي أنا ننبش هذا المرة حصل من المرة اللي فاتش وكنت منها من الله يكون خير إن شاء الله كنت منها وإن شاء الله وتحقيق هذه الحالة بللي كيبغيها الجميع العدائي اللي كيكونوا مرتاحين لم تنظيم ديالها ولمسائل ديالها بش يكون أحسن توقيت ديالهم لغة أهلهم البطولة العالمية والألعاب الأولمبية وبطولة إفريقيا وبطولة العربية الجامعة الوصية وفرت كل الظروف التقنية واللوجستيكية لإنجاح هذه التظاهرة كما شددت على مراقبة المنشطات حسب قوانين الاتحاد الدولي لأم الألعاب موقنة كل اليقين أن نجاح أي استراتيجية رياضية يبدأ بالعمل القاعدي ألعاب القوى هذه السنوات الأخيرة بدأت تشوف شوية تراجع الأسباب كان مجموعة ديال الأسباب أولا كان ضعف ديال المدربين ثانيا كان العامل ديال المنشطات اللي كان طاغي في سنوات الفارطة وأن الجامعة اخدت بجدية المحاربة ديال هذه المنشطات والدالي هو أنه حاليا معنا دكتور وطاقم طبي ديال المنشطات اللي صهر على هذه العملية مما تجعل أنها مجموعة ديال العداء اللي كانوا متميزين سابقا أنهم تهربوا من هذه الملتقيات هذه وتلجؤلين ديال بحالين ولا تلجؤل سباقات على الطريق العاصمة العلمية الثاس إذن تحتفل بإنجاحها للملتقى الفيدرالية الأول لألعاب القوى وجوائز تشجيعية وميداليات انتظرت الفرق الفائزة بأحسن ترتيب نعود اللحظة إلى مباريات كرة القدم الممتاز أوتريخت كما نتابع من خلال الصور استقبل فريق بي اس في اندوفن صاحب الرياضة هذا الفريق الذي تلقت شباقه الهدف الأول في الدقيقة السابعة بواسطة رأسية ساندر فان أكثر من ذلك وعلى إثر هجمة مرتدة جيرانو كيرك وفي حدود الدقيقة الثامنة والثلاثين يسجل الهدف الثاني لفريق أوتريخت ولأن بي اس في اندوفن فريق لا يؤمن جانبه خلال الدقيقة السابعة والخمسين سيتمكن لوك دي يونغ من تقليص الفريق مستغلا تغرى دفاعية لفريقي أوتريخت الضيوف رفضوا العودة من دون إجبار أوتريخت على تقاسم نقاط المباراة نفس اللاعب لوك دي يونغ الهولندي 28 سنة يسجل التعادل ويبقي على فريق بي اس بي اندوفن في الريادة بعيدا بست نقاط عن أقرب مطاردية الأمر يتعلق رضا بفريق آياك سامستر شكرا أمين ولكن قبل أن تغادرنا أسألك ماذا تعرف عن شريع القناصر أحد شوارع العاصمة الرباط فعلا خالد فعلا أمين شارع القناص الجزء من ذاكرة العاصمة الرباط اسمه استمده خلال القرن السابع عشر حينها كان مركز إقامة البعثات الدبلوماسية بين الأمس واليوم قصة شارع القناص اللي يرويها لنا روبرتاج إيمان سلوي أمين شرقوي وحسناء مساوي شارع القناص لبريباط ذاكرة غنية وأنت تجوب الشارع تشعر كأن التاريخ قد توقف للحظات وأن الزمن عادت عقاربه لقرون مضت فمن القرن السابع عشر إلى سنة ألف وتسعم أو عشر كان يقيم به عدد من الدبلوماسيين وممثل القنصليات الأجنبية أشعر بعبق التاريخ في هذا المكان الرائع كل المحلات هنا تتير الإعجاب هنا تطالعك عدة منتوجات من حرف الصناعة التقليدية تجد ضلتك بين محلات متنوعة لبيع السجاد والزربية الرباطية التقليدية ومصنوعات جلدية وملابس تقليدية بالإضافة إلى الحلي والمجوهرات المعروف في صناعة التقليدية والسياحة وكيجيون الناس الأجنب كيشفوا إلى السياحة كيعجبهم الحال وكان دينوا ثمان مناسب لكل واحد اللي جاني نم رحبا والضيوف دينا والضيوف كلهم المغربة كلهم كيشلوا الزربية الزربية المغربية رأي عندها أصل جميع المنتوجات تقريباً ديال المغرب كله من العرعاء ديال السورة الزربية الحمب ديال الخميسة ديال نوحة مراكش الزربية الفاسية المنتوجات ديال الفخاري الأسفي كل سائح هنا يلج عالم من عوالم الأصالة المغربية فهذا الشارع جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية والهوية المشتركة لقد وجدت هنا العديد من المنتوجات التقليدية وأحببت هذا المكان الضائع هذا مكان نابض بعبق التاريخ والحياة وجدت هنا عدة منتوجات تصلح كديكورات للمنزل كالزرابي والأواني هو مكان استثنائي تحيط به الأسوار القديمة من القلب النابض للمدينة العسيقة بالرباط حيث يروي التاريخ كسة شارع عسية على النسيان الوجه اللحظة منطقة مشليفن التي تبعد عن إفران بسبعة عشر كيلومتر مؤهلات طبيعية متفردة وعناصر جذب تستهوي عشاق السياحة الجبلية المغاربة كما الأجانب رحلة إلى مشليفن يقترحها علينا روبرتاج زكياب القاس وأحمد فاضلي كميات الثلوج القليلة بمحطة مشليفن لم تمنع الزوار من التزلج فالمنطقة الجبلية تستهوي بطبيعتها وهدوئها وفضاؤها الشتوي يوفر المتعة والترفيه ولو بوسائل بسيطة جئنا من مدينة طنجة مدينة ساحلية جئنا من الثلوج الروتين شوية في إفران وخا شوية ما كيش التلج المحطة مشليفن في الحقيقة تعجبنا كان جولا في يوم الربيع كان جولا في هذا الفصل ديال الشيساء اللي وكي يكون فصل ديال التلوج وكانت منضروب هذا المناظر الخلابة ديال الأرز وهذا الجبال اليوم جينا برحلة مع الأصداقاء استمتعنا مزيان بهذا التلوج هدي وهذا المناظر زوينا تبارك الله ونتمنى ومرة أخرى إن شاء الله نرجع لقو التلوج خورا وفي انتظار معاودة الزيارة فكر البعض في اقتناء تذكار من المنتوجات المحلية لمنطقة الأطلس المتوسط فضاء غابوي ومنتجع جبلي يليق بالنزهة والمشي وإن غابت التلوج عنه فضاء يعرف نفس الإقبال على مضار فصول الصنع إلى تبكيري بالعنوين بتكليف من جلالة الملك رئيس الحكومة يترأس الوصد المغربية المشارك في أشغال الدورة العادية الثانية وثلاثين لمؤتمر الاتحاد الافريقي بأدي سابابا المعرض الدولي للنشر والكتاب دار البيضاء فضاء الاتفاعل الثقافي وبين أروقته إطلالة على مسجدات النشر وحديث عن أدوار الإعلام الجهوي في تكمين الثقافة المحلية في النادي الملكي للفروسية دار السلام بالرباط الفارس سامي كولمان يفوز بالجائزة الكبرى للقفز على الحواجز بعد مباراة السادسة وإقبال متجايد على منتجع مثل فن في عقبة نهاية الأسبوع وزوار المنطقة يتمتعون بجمال الطبيعة في فصل الشتاء بين أحضان غابات الأطلسي المتوسط نستودعكم الله شكرا